ايضا للا اعزة واضح اعزة واضح انا مبناي ان كل ما هو ثابت للنبي ولا اما ثابت لمن ها للعالم الديني ها مو فقيه الطهارة والنجاسة ابدا انا ما ثابت لاي شيء ذاك حتى انا اشك في انه يحق له الافتاء مولان حتى الافتاء لانه انا معتقد ان المنظومة الدينية منظومة واحدة يعني حتى لم يثبت لي جواز تقليده مولان في مسائله تلك لابد ان يكون عالما بكل المنظومة الدينية هذا اولا معتقد به وثانيا هذا اعتقادي اقوله صريحة وثانيا لا اعتقد ان الولاية هي جزء من الدين بل اعتقد ما يقوله الشيخ الانصاري يعني حكم ولائي صادر من الامام الثاني عشر ولهذا بظهوره اما يبقي هذا الحكم واما ماذا ها ماذا يفعل ها يزيل من حق هذا اما اذا كانت جزء من الدين يمكن ازالته او لا يمكن لا يمكن كما انا صلاة الصبح لا يمكن لاحد ان يتلاعب في هذا ان شاء الله في كتابنا المفصل ليخرج عن ولاية الفقه هذا تفصيلا هناك تأتي من